وقف مع البند السادس من الاتفاقية أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فتح الباب أمام القبائل العربية المتخوفة من قريش إلى المسارعة للدخول في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أولها فزاعة ثم تتالت القبائل وهذا ما ساعد في تنامي قوة المسلمين وفرض عزلة كبيرة على قريش وحلفائها بالنسبة للبند السابع وأنك ترجع وأن تترجع عن عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وإذا كان العام قابل خرجنا عنك ودخلتها بأصحابك فأقبت بها ثلاثة أيام هذا البند في ظاهره مفسدا للمسلمين تتمثل بالرجوع عن البيت فقد جاءوا قاصدين متلاحفين وعندهم القدرة على الدخول وتحطيم قوة خريش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم موافق على هذا البند مما أثار عددا من الصحابة منهم عمر وعتبروا ذلك إطاء للدنية ورضا بالهون لكن النبي صارع لتهدئة روعهم وطمأنتهم بأنهم سيأتون البيت وسيطوفون فلقد كسب النبي صلى الله عليه وسلم بموافقة على هذا البند أمرين مهمين دخول مكة للعمرة في العام المقبل وهو بكامل الراحة والطمأنينة بل دخلها دخول المنتصر الذي دب في قلب العدو الخور والضعف عندما رأوا عزيمة المسلمين وهمتهم العارية في الطواف والسعي الأمر الثاني الدعاء الإعلامية السيئة لطريش حيث أن العقلاء حين يسمعون كلام النبي وأنه جاء معظما للبيت والمشركون يردونه وهو يصر على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه وتعاطفون معه فيقوى مركزه ويضعف مركز قريش الإعلامي والديني في نفوس الناس لقد كان صلح الحديبية بكل المعايير فتحا للمسلمين حققوا من ورائه مصالح لم يكونوا ليحلموا بها لولا الصلح وقد عرضنا بعضا منها آنفا لذلك سمعنا البراء يقول تعدون أنتم الفتحة فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحة ونحن نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية كما كان هذا الصلح سببا مقدما لفتح مكة يقول ابن القيم كانت الهدنة مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجا فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أي وطئ لها بين يديها من مقدمات وتوطئات تؤذن لها وتدل عليها في أعقاب صلح الحديبية مباشرة استطاع رجل اسمه أبو بصير عطبة بن أسيد أن يفر بدينه من سجون الشرق في مكة ويلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فبعثت قريش بإثره رجلين من رجالها فدخل لحقوا به وصلوا إلى المدينة ودخل المسجد يا رسول الله أنا وصل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلحوا في ديننا الغدر وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فانطلق إلى قومك فقال أبو بصير يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنوني عن ديني فقال يا أبا بصير انطلق فإن الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا فرجع أبو بصير مع الرجلين من قريش الأمر كان شاقا جدا على المسلمين وهم ينظرون بحزن إلى أخيهم في العقيدة وهو يعود إلى سجنه بمكة بعد أن استطاع أن يفلت من ظن قريش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالوفاء بالعهود والمواثير ولم يكن عنده مجرد نظرية مكتوبة على الورق لكنه كان سلوكا عمليا في حياته في علاقاته الدولية قد أوصى الله عز وجل المؤمنين بقوله أوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالعهد ورد أبا بصير في الطريق لما وصلوا استراحوا أحد المشركين يسن سيفه فقال له أبو بصير هل تريني سيفك أصارم سيفك هذا؟ يا أخبني عامر قال نعم قال أعطيني أنظر إليه أخذ السيف وقام قتل الرجل وهجم على ثاني يريد قتله فهرب وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبك يريد أن يقتلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما عندي شيء خلص أنت أخذه وأعط به فقال لو ترسل معي أحد قال لا أرسل معك فقال أبو بصير يا رسول الله وفد ذمتك وأدى الله عنك أسلمتني بيد القوم وقد امتنعته بديني أن أفتن أو يعبث بي فترك الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرم لو كان له أحد أو لو كان معه رجال فلما عرف ذلك هرب وذهب إلى منطقة سيف البحر هناك في جبل في مغارة التجأ هناك مستضعقون بمكة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيردهم إلى قريش إن جاءوه فأصبحوا يهربون من مكة ويذهبون إلى أبي بصير فلاحق به أبو جندل وغيره من الناس وشكل عصابة مسلحة في الجبال وأصبح عصابة قوية جدا فكانوا ما يسمعون بعير قريش يعني خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا الطريقة وقتلوا من فيها وأخذوا الأموال التي كانوا يتجرون بها بعد أن تعاضم خطر هؤلاء أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم أن يرسل إلى أبي بصير ومن معه ومن أتاه منهم فآمن أي يأخذهم إليه وتنازلت قريش عن هذا الشرط وقالوا من أسلم منا وجاءك اقبله ولا ترده إلينا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم بناحية العيص فقدموا عليه وكانوا قريبا من ستين أو سبعين فآوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك العصبة المؤمنة التي أقضت مضاجع قريش وأرغمتها على إسقاط شرطها التعسفي فزادت بهم قوة المسلمين وقويت بهم شوكتهم واشتد بأسهم إلا أن أبا بصير رأس المسلمين إلا أن أبا بصير رئيس تلك العصابة مؤسسة لم يقدر له أن يكون معها عندما وافه النبي صلى الله عليه وسلم فوصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت ولفظ أنفاسه حيث كان في الثغر وهواه في قلب المجتمع النبوي في المدينة إن قصة أبي جندل وأبي بصير ومحتملهم في سبيل العقيدة وأبدأهم من الثبات والإخلاص والعظيمة والجهاد حتى مرقوا رؤوس المشركين بالتراب وجعلوهم يتوسلون بالمسلمين لترك ما اشترقوه عليهم في الحوديبية هذه القصة نموذج يقتدى به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصوتها وفيها ما يشير إلى مبدأ قد يسع الفرد ما لا يسع الجماعة وقد ألحق أبو بصير وجماعته الضرر بالمشركين في وقت كانت في دولة الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءا بالصرح لكن أبا بصير وأصحابه خارج سلطة الدولة ولو في ظاهر الحال ولكن ولم يكن ما قام به أبو بصير المصبعفون بمكة مجرد اجتهاد فردي لم يحظى بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بصير بالكف عن قواف المشركين اقتداءا أو بالعودة إلى مكة ولكن ذلك لم يحدث فكان إقرارا له كان موقف أبو بصير أصحابه في غاية الحكمة حيث لم يستكينوا لتغاطي مكة يفتنوهم عن دينهم ويمنعوهم من اللحاق بالمدينة فاختاروا موقفا فيه خلاصهم وإسنادوا دولتهم بأعمال تضعف اقتصاد مكة وتزعزع إحساسهم بالأمن في وقت الصلح بل يمكن القول بأن اتخاذ هذا الموقف كان بإشارة وتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم حين وصف أبا بصير بأنه مسعر حرب لو كان معه رجال النقطة الأخيرة نتوقف عنها صممت مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي مقدمتهم أم كلثوم بنت عتبى بن أبي معيد وقد هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية فأراد كفار مكة أن يردوهم فأنزل الله في حقهن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسقوا بعصام الكوافر فاسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أقول الأستاذ الغزالي قد أبى المسلمون عقيبة صلح الحديبية أن يردوا النسوى المهاجرات بدينهن إلى أوليائهن إما لأنهم فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال فحسب أو لأنهم قشوا عن النساء التي أسلمنا أن يضعفنا أمام التعذيب والإهانة وهن لا يستطعنا ضربا في الأرض وردا للكفار كما فعل أبو جندل وأبو بصير أضرابهما فأيا كان الأمر فإن احتجاز من أسلم للنساء تم بتعذيم القرآن الكريم بهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة بإذن الله أترككم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته